أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبدالقادر اليوم بالرباط أن المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كفراد مدعو أكثر من أي وقت مضى للاستجابة للحاجيات الملحة للبلدان الإفريقية في مجال إصلاح الإدارة وتعزيز القدرات المؤسساتية كان ذلك خلال اجتماع الدورة الخامسة والخمسة للمجلس الإداري للمركز عبدالرشقر وعبدالهدي سكيوي الدورة الخامسة والخمسون للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري يلتأم فيها وزراء ورؤساء وفود الدول الإفريقية لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالتدبير الإداري بالقارة الإفريقية المغرب وفر كل الإمكانيات التي يحتاجها المركز للعمل نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تفضله بمنح مقر للمركز والذي سنتشرف بافتتاحه هنا بالعاصمة الرباط هذه التفاتة ذات رمزية كبيرة لكل القارة الإفريقية المركز الذي سيتم افتتاح مقره الجديد بعاصمة المملكة المغربية ينكب على بلورة برامج عمل محددة تجعل منه مؤسسة فاعلة في إفريقيا نقاشات مصبت في هذا الاجتماع حول الإمكانات المتوفرة لإعادة موقعة هذا المركز في السياسة الإفريقية العامة على أساس أن يتمكن من المغرب الذي يستضيف مقر هذه المنظمة من أن يعيد لهذه المنظمة المكانة اللائقة بها اللقاء فرصة لإنتاج وتبادل المعرفة في مجالات الإدارة العامة والحكامة وسياسات التنمية بين الدول الإفريقية وهو فرصة كذلك للتكوين والتدريب والارتقاء بالتعاون الإفريقي وتشجيع الاندماج